ماذا تعرف عن خطوط الطول ودوائر العرض؟ خط الطول نستخدم خط الطول لقياس شرق أو غرب خط الطول الرئيسي حيث يقاس خط الطول بخطوط وهمية تدور حول الأرض بشكل عمودي وتجتمع في القطبين الشمالي والجنوبي ويقاس كل خط نصفي بدرجة واحدة أو بخط طول واحد كما تقاس المسافة حول الأرض بدرجة 365 عفوا ويمر خط الطول عبر غرينيتش وإنجلترا كما أنه خط متعارف عليه دوليا كخط طول بدرجة صفر أو خط الطول الرئيسي والابتدائي أما خط الطول الزوال العكسي فهو منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم بدرجة 180 وهو الأساس لخط الوقت الدولي ويقاس نصف العالم نصف الكرة الشرقي بدرجات من الشرق لخط الطول الرئيسي أما النصف الآخر نصف الكرة الغربي فيقاس بدرجات من الغرب لخط الزوال الرئيسي وتنقسم درجات الطول إلى 60 دقيقة ويمكن تقسيم كل دقيقة من خط الطول إلى 60 ثانية مثلا خط الطول من باريس في فرنسا هو 2 درجة و29 ثانية شرقا فهذا يعني أن موقعها هو 2 درجة و29 دقيقة من الشرق ويبلغ طول خط الطول حوالي 111 كم على أوسع نطاق وتقع أكبر مناطق خط الطول بالقرب من خط الاستواء بسبب بيضاوية الأرض ولذلك فإن المسافات الفعلية للدرجات والدقائق والثواني من خط الطول تعتمد على مسافاتها من خط الاستواء فكلما زادت المسافة كلما كانت المسافة بين خطوط الطول أقصر كما وتجتمع جميع خطوط الطول في القطبين الشمالي والجنوبي دوائر العرض هو مقياس يحدد موقع الشمال والجنوب لنقطة ما على الأرض وهي الزاوية بين الخط الذي يربطه نقطة ما على سطح الأرض ومركز الأرض والمستوى الاستوائي للأرض ويشار إلى وجود ثلاث طرق للتعبير عن خط العرض أكثرها شيوعا هي من صفر إلى تسعون شمالا ومن صفر إلى تسعون تكون جنوبا أما في عصر الكمبيوتر أصبح هذا ناقص تسعون وزائد تسعون وبالتالي ناقص خمس واربعون تعادل خمس واربعون جنوبا أما الأسلوب الثالث فهو الأقل انتشارا ويسمى الاستقطاب ويكون الاستقطاب بدرجة الصفر في القطب الشمالي تسعين في خط الاستواء ومئة وثمانون في القطب الجنوبي ما هي أهمية خطوط الطول وضوائر العرض يتم تحديد الخرائط بضوائر العرض وخطوط الطول والتي تشكل شبكة ويتقاطع في هذه الشبكة خطوط الطول وضوائر العرض بما يسمى بالإحداثيات حيث يمكن استخدامها لتحديد أي نقطة على الأرض كما تعتبر معرفة الإحداثيات الدقيقة للموقع بالدرجات والدقائق والثواني من خطوط الطول والعرض قيمة لعمليات عسكرية وهندسية وللإنقاذ كما يمكن للإحداثيات تزويد القادة العسكريين بموقع الأسلحة أو قوات العدو ومساعدة المهندسين على التخطيط لأفضل بقعة لبناء جسر أو ينبوع أو أي بنية أخرى وأخيرا يساعد التنسيق الطيارين على الهبوط بطائراتهم أو إسقاط حزم المساعدات في مواقع محددة ويشار إلى أن خطوط الطول والعرض تعد أنظمة منسقة يتم من خلالها تحديد نقطة أو موقع في أي مكان على سطح الأرض كما أن الجمع بين خطوط الطول وموازنات خطوط العرض يؤدي إلى صنع شبكة يمكن من خلالها تحديد المواقع الدقيقة بالإشارة إلى خط الطول الرئيسي وخط الاستواء